السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة صورة مفزعة صورة وكأنها جنود السماء مقبلة من عند الله لكي تهاجم كل من يعادي الدعوة الاسلامية السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله فجاء في مطلعها ربنا يقسم القضية كلها ثلاث قضايا في هذه الصورة ثلاث قضايا جوهرية قضية البعث والنشور قضية ان القرآن من عند الله وقضية ان المسلمين المستضعفين منصورون من عند الله ثلاث قضايا ناقشت الصورة ولكن فيها قسم طويل وعريض في الاول اقسم ربنا عز وجل ماذا قال قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق ربنا يقسم يقول ايها المشركون ايها الملحدون ايها المجادلون انظروا الى السماء ربنا يقسم بها ارفعوا رؤوسكم الى الاعلى انظروا الى هذه السماء من الذي خلقها من الذي ابدعها من الذي رفعها بغير عمد هل هذه السماء قامت بمفردها وتكونت الغازات والاكسجين والهواء هل تكون من تلقاء نفسه هل من طبيعة هذه الطبيعة العمياء الصماء البكماء ام بفعل لا انظروا والسماء والطارق الطارق من هو الطارق هو نجم خطير يعرفه كفار قريش نجم قيل بانه هو هو الكوكب زحل الذي يثقب السماء وصفحتها ويتجاوز الكواكب فهم يعرفونه لان اهل الصحراء كانوا يعيشون عن طريق التأمل في النجوم وفي مساراتها ومدارتها فربنا يقول لهم انظروا الى السماء وانظروا الى الكواكب حولها وتأملوا في ذلك النجم الذي اسمه الطارق قيل يطرق يطرق الابواب ويترق السماء ويترق القلوب ويترق الاقاع قوي فيه طرق عظيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق انكم لن تتصوروا ولن تكادوا تتصوروا حقيقة هذا النجم الذي اسمه الطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب انه قوي انه يسير بسرعة ضوئية خطيرة واذا مر على كوكب او على ذنب او لا نجم فانه يفجره قوة مذهلة انكم يكفر قريش انكم تفرحون بقوتكم ماذا عندكم عندكم خيول ومجموعة من الجمال وسيوف متهاترة وتظنون انكم تمتلكون القوة ربنا عز وجل عنده اكثر من السيوف واكثر من الدبابات والطائرات واكثر من الصواريخ العابل القارات عنده النجوم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب انه يتئم في سرعة مذهلة بقوة البرق واذا وصل الى هدف فانه يدمره بعد ان يثقبه من العمق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب هذا قسم كل هذا الكلام هو قسم ربنا يقسم نحن بشر نقسم فقط بالله اذا اقسمنا لا نقسم الا بالله او باسمائه او بصفاته ابو وجهه الكريم لكن الله تعالى يقسم بما يشاء فهو في القرآن الكريم يقسم بمظاهر الوجود والكون التي خلقها لينفث الانتباه والادهان الى عظمته والى قوته والى جبروته هذا القسم فما هو المقسم عليه او جواب القسم قال ربنا عز وجل ان كل نفس لما عليها حافظ هذا هو المقسم عليه الله سبحانه وتعالى يقول انه لما خلق النفس البشرية يا اعظم مخلوق رغم ان الكون فيه مظاهر عظيمة فيه نجوب وكواكب وسماء وارض وبحار واشجار وجبال ومظاهر متعددة لكن اعظم شيء في الوجود هو النفس البشرية هي السر الالهي هذه النفس عميقة حتى علماء النفس حتى خبراء النفس المتخصصون في درافة الناس البشرية لا يكادون يعلمون منها الا الظاهر وا الا القليل هي غريبة نفس غريبة من الذي يدرك حقيقة النفس الذي خلقها وربنا عز وجل اعطانا مفاتيح لهذه النفس كيف نتحكم فيها وكيف نضبطها وكيف نوجهها كل واحد كل واحد مننا تسكنه نفس بالداخل في عمقه هناك نفس والنفس فيها مشاعر متقلبة هناك حب بجانبه كره هناك خوف بجانبه رجاء هناك تفاؤل بجانبه تشاؤم هناك يأس بجانبه امل نفس غريبة جمعت المتناقضات لكن من رحمة الله ان هذه النفس البشرية محفوظة سواء كان الانسان مؤمن او كان كافر فالله تعالى رحمة بنا عباده الضعفاء فقد حافظ انفسنا ان كل نفس لما عليها حافظ حتى ان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال ان هذه النفس البشرية ويتسير في الارض او تنام او تفعل اي حركة او سكون محفوظة ربنا جعل ملائكة من السماء يحفظوننا عن اليمين وعن الشمال قعيد وهذا حقا يا ما نسير في الطرقات مليئة بالمخاطر ونمر بسلام يا ما ذهبنا الى اماكن فيها خطر الموت وربنا ينجينا اولادنا وبناتنا الصغار يذهبون الى المدارس لا نكن نراهم الا في وقت متأخر من النهار لا ندر مدى الذي يقع في حماية الله ربنا يحفظهم عندك اموال عندك اراضي عندك متاع انت بعيد عن كل ثروتك من الذي يحفظ ثروتك من الذي يحفظ حقولك ودكاكينك واموالك انه الله تعالى حافظ الحافظ اسمه الحافظ يحفظ اموالنا ويحفظ اولادنا ويحفظ ممتلكاتنا ويحفظ انفسنا اي نعم نتحدث عن الامن وعن رجال الامن ورجال السلطة والكاميرات المراقبة كل هذه وسائل تقنية للحفظ على الامن لكن الامن الحقيقي والحفظ الحقيقي هو من عند رب العالمين الله تعالى جعل على كل نفس نفسه حافظا عظيما هذا الحافظ له جنود قيل في الحديث ان كل حافظ له ما يزيد عن ثلاثمائة جندي من الحفظ يحفظونك بالليل والنهار في السير وفي المنام في كل وقت وحيم ان كل نفس لما عليها حافظ ربنا يطمئنا اولا انظر الى عظمة الله ويخاطب المجادلين المشركين الكافرين الملحدين بماذا بدأ ربنا عز وجل شوف ادب الحوار انه لم يهجم عليهم ولم يسفه احلامهم وانما ذكرهم بقوته وبنعمه والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب هذه قوة الله ثم ذكرهم بنعمه ان كل نفس لما علي حافظ يا كفار قريش ويا ايها الملحدون في كل زمن ومكان الا ترون انكم محفوظون مكرمون وعندكم مناصب وعندكم تروات وعندكم حضوة في المجتمع هل تعلمون بان كل هذا الخير هو هب من عند الله وان الله لو شاء سنبه منكم ولكن من رحمته يعطيكم ويحفظه عليكم ثم يلفت الانتباه سبحانه وتعالى الى رحمته والى سعة كرمه والى جوده وعطائه فيقول الله سبحانه وتعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من الصلب والترائب لا اله الا الله ربنا سبحانه وتعالى بعظمته وقدرته يتواضع مع خلقه ويبين لهم بالمنطق وبالدليل العلمي انه الخالق جل علاه ايها البشر ايها المجادلون ايها المتشككون انظروا الى اقرب الاشياء اليكم فلينظر الانسان مما خلق انت يا من تتتكبر وتتجبر عن الخلق وتقول انا انا انت هل تعلم مما خلقت فلينظر الانسان مما خلق من ماذا خلق من ماء دافق اصل الانسان هو خلق من ماء نحن خلقنا من ماء دافق اي ماء هذا هل ماء السماء لا ماء الانهار لا انه ماء الرجل كما جاء في اي اخرى من نطفة من مني تمنا من ماء الرجل يخرج من بين الصلب والترائب ماء الرجل من ما يخرج الرجل ماءه ما يسمى بمنية الرجل يخرج من مدى من الصلب من العمود الفقري الرجال عندهم الماء في العمود الفقري والمرأة ايضا عندها منيها عندها ماءها اين يكمن ماء المرأة في صدرها الصدر هو الترائب الترائب معناها تدي المرأة وصدرها هناك وضع الله الماء فلما يلتقي الذكر مع الأنت في علاقة زوجية ويجتمعان على فراش ويخرج ماء الرجل من أين من الصلب من العمود الفقري وماء المرأة يخرج من ماذا من الصدر من التدي يخرج أين يستقر هذا الماء يستقر مباشرة في قرار مكين لما يجتمعان يقوم بوحدة عملية دورة ومسالك طويلة فيستقر في قرار مكين هو الرحم دي المرأة الرحم دي المرأة يعلق في جدار الرحم في قرار مكين ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل هذا الماء بالتكون كان ماء عادي لا شيء كل الرجال يعرفون أن عندهم ماء وكل النساء يعرفون أنهن عندهن ماء لا قيمة له لكنه ما تتجمع في الرحم وفي المكان قرار مكين فإن هذا الماء يبدأ في التشكل بقدرة الله يبدأ الأجهزة الجهاز العظمي والجهاز العصبي والجهاز اللمفاوي مجموعة من الأجهزة تتأسس ثم خلايا وهرمونات تبدأ تسبح تسبح في ملكوت الله في ذلك الرحم الصغير فتذهب خلايا في جهة الدماغ فتصنعنا لرأس وخلايا تذهب إلى العين فتخلق لنا البصر وخلايا تتجي نحو الأذن فتخلق لنا السمع وخلايا هكذا إلى بقية الجسم هل تستطيع أي خلية أن تخطئ طريقها مثل خلية العين تذهب إلى مكان الرجل وخلية الرجل تذهب إلى الأنف هل يعقل تشوهم ما يمكن إنها بأمر الله نظام ذقيق عظيم فكل واحد منا ينظر إلى الخلق وينظر إلى خلقه وإذا غاب عنه لينظر إلى أولاده حينما يهبك الله ذكرا ابنا أو بنية انظر إلى أولادك لما يكن في الحمل ثم يخرج من مط أمهم وتمسكهم بين يديك انظر إلى عظمة الخالق إن الله تعالى يعطينا أدلة ومراهين متتابعة على قدرة على الخلق كل واحد منا أعطاه الله مولود أو مولودة وهناك من أعطاه الله خمسة وسبعة وعشرة ويأخذ يمد يديه ويأخذ هل أنت الذي قمت بصناعة هذا المخلوق هل أنت الذي صورت رأسه وجسمه وركبت أجزاءه وأطرفه هل أنت الذي نفقت فيه الروح هل أنت دوبت له العقل والنطق والسمع والبصر كلا طبعا الواهب الله الخالق الله الباسط الله فكان حاريا بالإنسان الذي أعطاه الله تعالى هذه الكرامات أن ينتبه إلى وجود الله وعظمة وخالقه فلينظر الإنسان إلى مما خلق خلق مماء دفق يخرج من بين الصلب والطرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر بأسلوب عربي جزيل بليغ سريع مؤثر ربنا عز وجل يبين لنا القضية الكبرى قضية البعث والنشور لماذا أيها المشركون وأيها الملحدون والمتشككون تنكرون قدرة الله على البعث والنشور بعد الموت مادام ربنا عز وجل هو الذي خلق من عدم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي مادام أنه قادر على أن يخلق هذا البشر ويصوره ويجعلك إنسانا كامنا إنه قادر بعد الموت بعد أن يموت الإنسان ونقوم بتغسيله وتكفينه ثم دفنه في التراب لا يسر تراب قادر ربنا على أنه يعيد خلقا كما خلقوا أول مرة إنه على رجعه لقادر ربنا لا يعجز شيء قادر على أن يعيد هذا الإنسان بعد موته وفنائه يعود مرة ثانية وهذا خير عظيم نحن أموتنا لضاع لنا كنا حازين عليهم كل من ضاع له جد أو جدة أو عم أو خال أو أب أو أم أو ابن نحزن عليهم لكن حينما يخبر القرآن بأن الله سيحييهم من جديد ونلتقي من جديد ونتعانق من جديد ونتود من جديد ونستبشر من جديد نفرح نعمة لكن هؤلاء المشركين والمفسد في الأرض لا يريدون باعتن ولا نشورا يقول لك لا مكينش هذا كل خرافة وأساطير نموت تنتهي القصة الله تعالى يقول إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر ما معنى يوم تبل السرائر هو يوم العسير يوم القيامة السرائر هي القلوب والضمائر والمشاعر السرائر كل ما يتعلق بالسر أسرار الإنسان فكل واحد مننا عنده أسرار يخفيها في عقله يخفيها في قلبه يخفيها في ضميره هناك الظاهر والباطن فالسرائر هي في الباطن والكثير مننا يخفي أشياء لنعلمها لكن يوم القيامة الله تعالى يظهر كل شيء ما في سرائر يرفع ستار الغيب وكل شيء يظهر للعيان فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فالمشركون فالمشركون وغيرهم الذين كانوا يختفون ويراوغون ربنا يزيل كل ذلك إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر هذا المجادلون هؤلاء المتشككون هؤلاء الملحدون هؤلاء الظالمون هؤلاء يوم القيامة سيكونون من أضعف خلق الله اليوم هم أقوية اليوم عندهم ربنا أعطاهم القوة أعطاهم المال أعطاهم السلاح تشكلوا في إطار إطار لوبيات في إطار تنظيمات وعندهم قدرة أن يقول ما يشاء لا أحد يجادله وإذا جدلته يغلبك بقوته ومركزه وسلطته وجبروته لكن هذه القوة ربنا أعطاها له ومنحها له مؤقة في الدنيا وسوف يسلبها منه ففي يوم القيامة قال فما له من قوة ولا ناصر القوة معناها القوة الداتية ما أعطاه الله تعالى من قدرة للكلام وقدرة للجدال أعطاه الله تروة وحصانة اقتصادية أعطاه الله تعالى حصانة سياسية ديبلوماسية أعطاه الله عساكر أعطاه الله من يحميه من منظمات حقوقية يفعل ما يشاء فما له من قوة ولا ناصر الناصر هو أنه يستغيث يستغيث بأصحابه ويستغيث بدوائر عليا ويستغيث بأناس لهم قوة نافذة لكن لا حياة لمن تنادي لا ناصر له فما له من قوة ولا ناصر هنا ربنا عز وجل يبدأ قضية أخرى ويبدأ بقسم جديد هذا القسم القسم الأول وقوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم التاقب ثم عرض قليلة النفس المشارية الآن سوف يقسم ربنا مرة أخرى انظروا إلى هؤلاء الملاحدة جعلوا ربهم يقسم لم يثقوا بربهم لم يدعنوا إلى خالقهم فدفعوه لكي يقسم حتى يصدقوه فماذا قال بعدها والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل القضية الثانية التي كان كفار قريش يرفضونها هو عدم تصديقهم بأن القرآن من عند الله قالوا القرآن من تألف محمد محمد كان دكيا عنده خيال واسع وقرأ كتاب الأولين من الثورات والإنجيل وما يسمى الآن بالكتاب المقدس عند النصار واليهود واتطلع على أخبار اليونان والرومان والهندوس وغيرهم وصغها بأسلوب عربي ومزجه بالخيال فالقرآن من تألف محمد هكذا يقول كفار قريش ويقولون ليس من عند الله ربنا قدم لهم جميع الأذلة والبراهيم على أن القرآن كلام الله لكن لم يصدقوه مما جعله يقسم مرة أخرى ماذا قال؟ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع أقسم بالسماء الرجع ما هو الرجع؟ هو المطر المطر دائما يرجع كل مرة يأتي مطر ويغيب ثم يرجع مطر آخر والسحاب أندر إلى رحمة الله لو شاء ربك لا أمسك المطر وإذا أمسك المطر عن السماء وأمسك الغيث أسأصبنا بالجفاف وإذا أصبنا بالجفاف أصبنا بالقحط وإذا أصبنا بالقحط أصبنا بالمجاعة وإذا أصبنا بالمجاعة أكل بعضنا بعضا لكن رحمة الله الواسعة الكرم والجود والعطاء والخير فيأتينا بالمطر في كل وقت وحيم والسماء ذات الرجع لا تخافوا سيعود المطر مهما طالت غيبته سيعود المطر لأن ربنا سمه الرجع يعود سوف يعود مادام الصالحون يدعون الله تعالى ويستغفرونه مادام المتقون يبتعدين عن الشهوات والملدات والشبهات مادام المحسنون ينفقون من أموالهم للفقراء والمساكين سيعود المطر والسماء ذات الرجع سيرجع لكم المطر مرة أخرى والأرض ذات الصدع الصدع وهو النباتات الأرض ربنا يجعل الأرض تتصدع وتنشق ويخرج منها الخيرات تخرج منها الكروم والزروع والنباتات والحوامض والكلأ للحيوانات والمهائم كل خير ونظر إلى الأرض سبحانك سبحانك ما أعظم الشانك ربنا ينزل المطر فتكون الأرض مقفهرة والأرض قاحلة والأرض السوداء جافة فتضرب يضرب البرق والرعد ينزل المطر على الأرض فإذا به الأرض تراها مخضرة ربنا يلبسها حيات جديدة وترى الربيع وترى حوله الأزهار والكروم والأشجار والخيرات إنها حقيقة ثانية ربنا تحدث في الأول عن حقيقة الخلق البشري وموته ثم تحدث عن قضية أخرى مطابقة لها وهي الطبيعة فيها ولادة أيضا كما أننا أخرجناكم من الصلب والترائب الإنسان يخلق من ماء يمنى من ماء الرجل وماء المرأة المرأة هي الأرض وماء الرجل هو غير السماء أرى تطابق كبير كالمرأة لما يجامعها الرجل الرجل يأتي بماء من صلبه والمرأة كأنها أرض يقوم بحرطها هكذا ربنا يعطينا المثال انظروا حولكم الفصول الربيعية الصيف الخريف الشتاء كيف هذه عاملة الخلق دائما مستمرة يا من تنكرون البعث والنشور إن قضية الموت والبعث والنشور تعيشونها يوميا عندكم تموتون بالنوم لما ننام بعد اللحظات سوف ندب إلى بيوتنا وننام ننام هو أشبه بالموت وفي الصباح نستيقب ونقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أمات نوى إليه النشور دليل على قدرة الله تعالى على الإيماتة والبعث من جديد لما نرى نساءنا يحملنا بالأولاد في بطنهم دليل على أن الله قادر الخلق يخلق الخلق بقدرته ولما نرى الفلاح يقوم بقلب الأرض وينبت فيها الزرع والكلاء والكروم قدرة الله على الخلق إن الحقيقة الأولى والحقيقة الثانية متطابقان فيقول ربنا عز وجل والسماء ذات الرجعي والأرض ذات الصدعي إنه لقول فصل وما هو بالهزل هذا القرآن أن لن تقولون بأنه من اختلاق محمد إنه قول فصل إنه كلام الله محمد كان أمي لا يقرأ ولا يكتب راعي للغنم وما تعلم في مدرسة وما تعلم عند شيخ وما تعلم عند حكيم ولا فيلسوف ولا غادر لا لدى غادر حتى بيئته سيد النبي لم يركب البحر قطعا عمره بركب البحر ولكن من القرآن الكريم تحدث عن البحار بشكل غريب مراج البحرين يلتقيان بينهما برزخوا لا يبغيان إلى أن قال أوك ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعض فوق بعض سيد النبي لم يركب البحر قطعا وتكلم بشكل غريب على عالم البحر وكأنه كان في يعيش في هذه العوانم وتكلم عن السماء والنجوم والكواكب والأجنة وكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء هذا القرآن إذن هو ليس من اختلاق محمد هو من كلام الله رب العالمين وما هو بالفصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إلى أن يقول سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمغل الكافرين أمهلهم رويدا هذه الآيات جاءت تنزل بلسما للجروح عن الصحابة المستضعفين عند نزول هذه الآيات أيها الأحبة نحن الآن نقرأها ونحن مرتاحين واكلين شاربي لابسين مؤمنين حامد ربه شكر عدنا كل خير لكن هل تعلمون أيها الأحباب الكرام ساعة نزول هذه الآيات على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابته يعذبون عذابا شديدا كان بلال يجند كل يوم المئة جلده ويقول أحد أحد وتضعه فوق صدره صخرة عظيمة كان خباب بن الأرط يرى السككين تدمح يده وكان عمار بن ياسر يأخذ من تلبيب ثيابه ويخنق وكان 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 صحابة كانوا معذبين فربنا عز وجل أنزل هذه الآيات بلسما للجروح وتضامنا معهم ماذا قال إنهم يكيدون كيدا المشركون والكافرون وخصوم الدين يكيدون لكم ويعذبونكم لكن نسوا بأن الله تعالى كيده أعظم إنهم يكيدون وأكيدوا كيدا كما أنهم يجتمعون فيما بينهم في السر في منظمات سرية ويضعون مخططات ويضعون أولويات ويضعون مجموعة من الترتيبات للقضاء على المسلمين ويكيدون كيدا أيضا ربنا عز وجل في عليائه وفي سمائه يجمع جنوده وأيضا يكيد لهم كيدا وهم لا يدرون وهم لا لا يفقهون إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا قادر ربنا عز وجل على أن يدمرهم الآن 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 في اللحظة قادر أن يقيم فيهم نيران قادر أن يخرب بيوتهم في لحظة لكنه اسمه الرحمن اسمه الرحيم اسمه اللطيف بالعباد فربنا لا يعدب وإنما يمهل لكنه لا يهمل يعطيهم فرصة لعلهم يستيقظوا لعلهم ينتبهوا لعلهم يؤمنوا إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمغهل الكافرين أمهلهم رويدا خذ بالتي أحسن يا محمد إياك أن تتعجل إياك أن تتعجل فتصدر أحكام قطعية بالكفر والنفاق وبالقتل إياك دائما يا محمد تريات وانتظر لعل ربنا عز وجل يهديهم ويصلح بالهم لعل الله تعالى يخرج من أصلابهم من يوحده وليجرق بشيئة تريت فهذا منهج أعطاه لنا ربنا عز وجل أننا نصبر كل من أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الدعوة وأهل الفقه إذا أودوا وإذا أصيبوا في أموالهم وفي سمعتهم وفي حقوقهم ما عليهم أن ينتفضوا وأنهم يتوروا فقه التورى لا عندهم فقه الصبر وفقه الاحتساب ويتريتون فماهل الكافرين أمهلهم رويدة لعل الله تعالى يحدث بذلك أمره هكذا يقول أحباب الكرام باختصار شديد صورة الطارق نزلت على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي خطيرة فيها أسرار كثيرة حتى أن يقال بأن من عنده مس من الجن هجم عليه روح خبيثة أو هجم عليك إنسان ظالم ومعتدي وما عندك قوة ولا حيلة لكي تواجهه ماذا تفعل اقرأ عليه صورة الطارق إما أن يهديه المولى عز وجل ويصير معك لبيبا ويصير معك طيبا وإما أن الله تعالى يخلق له عدوا من نفسه فيعدبه عدابا شديدا فقد يكون الإنسان مريد فيه مس تهجم عليه أروح خبيثة فإنك تأخذ المريد من ناصيته وتقرأ عليه هذه الصورة والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ اقرأها فإن الروح الخبيثة التي تمسك في الجسم لما تسمع هذه الآية إما أن تدعن وتكون لينة وتخرج بسلام ويشفى المريد وإما إذا كانت متعنتة فإنها تحترق بهذه الصورة المباركة هذا إذا كان العدو شيطانا أما إذا كان بشرا ظالما معتديا حقار كي جعل الناس كذلمهم فما عليك إلا أن تنظر تستحضر صورته وتقرأ هذه الصورة تقرأ تحصر هذه الصورة البشرية في دينك وتقرأ هذه الصورة الكريمة عليه إما أن يهديه المولى فيصير لبيبا ويصير طيبا ولطيفا وتكون سمن على عسل وإن أبى فإن الله تعالى يعاقبه بهذه الصورة يخلق له عدو من نفسه قد يكون العدوه نفسه وقد يكون ابنه أو زوجته أو أحد مقربيه فينساك وينشغل بالآخرين فهذه صورة عظيمة لأن في مطلعها وكأنها طبول إقاع قوي والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وكأنها تقول استيقظوا تنبهوا تدبروا تفكروا أيها الخلق فنسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه ويسترنا بستره وأن يكون لنا وليا ونصيرا آمين آمين يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة